معنا الأستاذ عيمن يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته تتفضل يا أستاذ عيمن لا سمعت يا سيد من الشيخ لأن كان لديه سنة 18 سنة بس أنا كنت أسعى عليه طيب كنت أسعى عليه بحدود التربية يعني مش أكثر طيب كنت بقى تهمه بحاجات يعني إيه تنشال وكنت بقى تهمه فيها واما جيت وفة رحمه الله سنة 18 سنة ما جيت وفة ليهت نفسي اللي كان بيحصل حصل بعد ما الناس يعني انت اكتشفت اسمعني يعني انت اكتشفت اكتشفت خطأك بعد ما ماتك اكتشفت ان كل اللي انت كنت بتقوله له ده وكنت بتقص عليه وجدت ان هو لأ ده هو صح وانت فهمته صح بعد ما توف اه 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 فين السؤال بقى بس أنا كنت أسعى عليه وكل ما روح له أقول له يستمحني كل ما تروح له تزوله في القبر وتقول له يسمحك اه اقول له مع سمحني انا ظلمتك اسمحنه طيب اه اه فين السؤال بقى اه السؤال دلوقتي انا اخطأت تربيته وشيرت ذنبه في الاسوة ولا ايه السبب السؤال التاني نعم اه اه زيارة الكبور هل الارواح تبقى مستنيانة ولا لازم ان نزللهم احنا برضو اي مكان طيب اجابة على حضرك السؤالين دول سبعان الله ربنا ان شاء الله يجعله فسيح الجنات ومتقلقش لو كان شاب وانتقل الى الله سبحانه وتعالى بانتقل باي مرض او اي شيء فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله ان شاء الله له سبب الشهادة لكن خلينا نتكلم انت بتكلم في النقطتين مهمين جدا جدا لان حصل تلويس تربوي في النقطتين تلويس التربوي والتلويس الاولاني خلى الناس وهم بيحاسبوا نفسهم ينتقلوا من ان هم يعدلوا من انفسهم يعدلوا من اخطأهم ويصلوا الى حد جلد الزات جلد الزات يعني ايه انا والله ابني توفي وتوفي وانا كنت قاسع عليه طب قاسع عليه اعملي اتوب كل اللي واجب عليك ان انت تتوب من هذه القاسوة ثم بعد ذلك تنشغل بان ترسي الاله والهدايا يعني مش اللي يصلح حلاقتك بينك وبين ابنك ان انت تفضل تلوم نفسك وتبكي وتشتد عن نفسك وتأذي نفسك وتزدد جرح وإلم لنفسك ده مش هو ده المطلوب منك العبادة المطلوبة منك دلوقتي تلات حاجات تحسن تظن في الله ان ربنا استقبله وان شاء الله يكون الان دلوقتي يتنعم في نعيم القبر يبقى هو الواجب عليك تاني واجب عليك ان انت ترسل له الهدايا اللي هي ايه الهدايا ترسل له صدقة تتصدق وتجعل مثل سوابها لها تتصدق عنه تعمل اعمال صالحة وتهب مثل سوابها ليه هو ده هو ده هو ده هو ده الواجب اللي عليك هو ده هو اللي يخليه علاقتك بيه حسن حاجة التالتة ان الشيء المهم جدا جدا ان انت تدعو له تدعو له دائما ابدا في كل سجود دولة تلات حاجات اللي ممكن تخليها علاقتك بابنك دلوقتي وهو في الحياة هو ما بقاش فناء هو مضاعش ده هو انتقل لي عند الكريم عند الكريم سبحانه تعالى فما حدش يقول ده يا ابني ورح فين وانا وكن وملحقتش يا مولانا ده رحل الكريم سبحانه تعالى الموت وانتقال من حياة الى حياة حياة فيها نعمل وحياة فيها نستقبل كرم الكريم فهو ده بقتي في كرم الكريم ان شاء الله فما تعودش تعمل كده في نفسك لا هو ان شاء الله هو عند من هو احن عليه منه مش منك انت ووالدته لهو هناك في ان شاء الله نحسن نتظن اول عبادة قلتلك ايه اول عبادة نحسن نتظن بالله سبحانه تعالى فيه لان احنا مش هينفع ندخل في الشك وندخل ندخل في الوصول حاجات تانية زيارة القبور هل هم بيحسوا بينا نعم وانزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم اهل القبور التلويس اللي حصل بقى ان فيه ناس مش عايزين الناس تروح تزور القبور عشان تعمل ايه عشان الناس في زيارة القبور ساعت بتعمل حيات كتيرة صدقة ومحبة ودعاء واتناس جيه مجموعة من الناس قالوا محدش يزور القبور وعمل وجفوا ما بيننا وبين القبور ليه عشان بيخدم فكرتهم ومذهبهم بان زيارة القبور ومسألة التوسل بالمقابل ليه يا سيدي حرام عليك خلي الناس تؤانس بعضها بعضا ومال احنا لما بنعد على القبور نسلم عليهم ليه لا يا سيدي لما بنعد على القبور فيه ادب ان احنا لما نعد على القبور نسلم عليهم فليه انت تقول لي ان لا ما تروحش تزور القبر وما تدعيش من هناك لا اروح ازور القبر وانس حبيبي وكمان ادعوله فده جيه من التلوث اللي حصل في دخول بعض الناس في الفتية اه انا ممكن ادعيله من مكاني هنا وممكن كمان ازوره وانسه وكمان ادعيله عند القبر زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زار سيدنا عثمان ابن مزعون وصلى على الامة التي تقنت تقوم المسجد فلا الكلام ده اتمن صحيح اه لا ازور وكمان ادعي كمان لولدك وان شاء الله ربنا يجعل انسه معك ان شاء الله